لتكاد حرب اليمن تهدأ قليلاً حتى تستعر مجدداً وعلى كل الجبهات التحالف العربي طلب المدنيين الموجودين في المقرات الحكومية ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء بإخلائها فوراً وذلك لأن الحوثيين حسب رواية التحالف يستخدمون هذه المباني لشن عمليات عدائية تستهدف المدنيين في مطار أبهى الدولي جنوب غربي السعودية آخر تلك الهجمات تسبب في إصابة 12 شخصاً من جنسيات عدة جراء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في محيط المطار التحالف قال في بيان إن الحوثيين يستخدمون المقارة الحكومية لشن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة مسيرة على مناطق مدنية سعودية وإماراتية وأخرى يمنية خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولية آخرها إعلان الجيش اليمني مقتل مدنيين وإصابة اثنين إثر سقوط صاروخ حوثي على منزل في محافظة حجة غربي البلاد ورداً على التهديدات الحوثية دمر التحالف محطة أرضية للأقمار الصناعية في محيط وزارة الاتصالات شمال صنعاء كان يستخدمها الحوثيون لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات وجاء القصف بعد أن طلب التحالف من السكان إخلاء المنطقة بشكل فوري فيما قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين إن هجوم التحالف استهدف وزارة الاتصالات ودمر مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية وألحق أضراراً بالغة بالمبنى المجاور للشركة رانيا علوي TRT عربي